طيب النادي القليل بيستعد ازاي؟ كده نقفل بقى ملف في افريقيا ونبدأ نتكلم على مباراة نهائي الكأس لان خلاص ملف في افريقيا لسه قدامنا شوية وقت عشر تيام على القرعة المباراة في نهاية مارس فنقفل ملف في افريقيا دلوقتي بعد خلاص ما تكلمنا على كمان معاد القرعة اللي هيتم فيه الفترة اللي جاي طيب ملف نهائي كأس مصر والقالة عنده مباراة صعبة جدا وقوية جدا مع نادي الزمالك اللي بالتأكيد داخل المباراة بمعنويات عالية مدير فن جديد صفقات جديدة نتائج الزمالي في الفترة الأخيرة أكيد مش مقياس على مباراته مع النادي الأهلي النادي الأهلي بيستعد ازاي؟ انبارح كان فيه تمرين للعبين اللي ما شاركوش في المباراة وتدريب استشفاء للعب اللي شاركت فيه التدريب الأساسية أو في المباراة الأساسية أمام يانجا أفريكانز والنهارده راحة سلبية بكرة التدريب يوم الاثنين صباحاً الساعة 11 يوم الثلاث التدريب أيضاً الساعة 11 صباحاً والصفر يوم الأربع الساعة 10 الصبح والصفر يوم الأربع الساعة 10 الصبح سفر الأربع تتمرن هناك في الرياض مساءً وتتمرن تمرينة تانية يوم الخميس وتلعب المباراة يوم الجمعة الساعة 8 بتوقيت القاهرة بإذن الله ده برنامج سفر الأهلي وتدريبات الأهلي ابتداء من بكرة لغاية يوم الجمعة اللي جاي طبعاً احنا عارفين كولر دايماً بيركز دايماً في مسألة السفر كل ما المدة تكون قليلة كل ما العامل النفسي في تحضير اللاعبين المباراة يكون أفضل ويعتقد وجهة نظر فنية بنحي كولر عليها لأنه هو شايف أن السفريات كتير المباراة كتير المعسكرات كتير فالأفضل يعمل ده طيب قائمة الفريق والفريق بيستعد إزاي لمباراة الزمالك احنا اتكلمنا على التدريبات هتبدأ من بكرة إن شاء الله والتدريب يوم الاثنين والتلات والصفر الاربع والتدريب في السعودية هيكون يوم الاربع مساء وتدريب أخير أيضاً في السعودية يوم الخميس والمباراة يوم الجمعة قائمة الفريق لسه الغاية اللحظة دي ما تحسمش أي شيء شايف ناس كتيرة عملة تتكلم قهربة موجود مع الفريق ولا مش موجود مع الفريق الراجل ممكن يستعين بحمد عبدالقادر ولا مش هيستعين بحمد عبدالقادر كلام يعني صابق لأوانو هو الفريق خلص تدريباته ودلوقتي يعني القائمة لا ليه لسه فيه تدريب الاثنين ولسه فيه تدريب التلات وكل شيء وارد على فكرة يعني من ضمن الأخبار اللي أنا قريتها النهاردة عشان أثبت لحضراتكم أن الناس بتحاول مش أقول تخلق أزمة بس بتحاول تصدر أزمة تصدر أزمة بدون داعي الناس تقول لك قهربة خارج المباراة طب نفترض مثلاً وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني اشتكى كده مثلاً من إجهات خفيف إجهات خفيف من التدريبة اللي كانت بالأمس وتدريب بكرة وبعده شاف الجهاز الفن أنه هو مش جاهز نفترض أنا بدي معاكو افتراضات مثلاً بدي افتراضات مش بقول معلومة بدي افتراضات هل ساعتها قهربة مش هيكون موجود؟ لا هكيدا هيكون موجود يبقى اللي طلع من المباراة هم مالي يقول قهربة مش موجود في المطش بيتكلم بنا على إيه؟ بيتكلم بنا على خيالات بيحلم بيها بالليل ملهاش معنى تاني غير كده ملهاش معنى تاني غير كده نفس الأمر على كل المراكز نفس الأمر على فريق الزمالك نفس الأمر على فريق الزمالك مفيش حد بيحدد قايمة قبل ما عاد السفر بتلت أربع أيام لأنه لسه عنده تلت أربع تدريبات فأكيد كل ده مش متاح دلوقتي ولا ما تروح دلوقتي طيب الكلام الكتير على الإصابات اللي تعرض لها عدد من اللاعبين بكل بساطة كده كريم ندفيد ما كانش موجود في ماتشيانجا أفريكنز لأنه عنده يعني إجهات بسيطة أو كدمة بسيطة فالجهاز الطبي مع الجهاز الفني يفضل إن رايح كريم ما يكونش موجود في ماتشيانجا أفريكنز لسه عندك تدريبين تلاتة الفترة جاء قبل الصفر هيبقى فيه فحصه هيبقى فيه تمئنان على حالة كريم إن شاء الله عشان يكون موجود مع الفريف لقاء الزمالك وسواء تواجد كريم أو أقرم أي لعب الحمد لله الأهل عنده خيارات عديدة في وسط الملعب نفس الأمر على وسام أبو علي مش إصابة وسام أبو علي لم يتعرض لإصابة وسام أبو علي شعر بإجهاد ولما شعر بإجهاد الجهاز الطبي مع الجهاز الفني يفضل إنه يريحه ما يكملش التدريب والنهاردة ما كانش فيه مران وبقرى إن شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعية يتعمل فحص ويطمئنه عليه فمش عايزين نصدر ألأ للجماهير وأنا مش من أنصار الكلام عن تفاصيل إصابات وحالات لعيبة في التقويت الحالي ليه؟ أي كلام بتفاصيل فيها كواليس وتفاصيل أكتر هتبقى مفيدة للمنافس هيعرف عندك مين اللي جاهز مين مش جاهز وبخلاف كل ده هو الفريق لما هيجي هيسافر يوم من الأربع سواء الأهل أو الزمالك مش هيبقى فيه فيديوهات ولقطات وقايمة معلنة هتعرف الناس وقتها مين موجود ومين مش موجود مين موجود ومين مش موجود ولكن صابخ لأوانه اللي احنا نتكلم دلوقتي ان فيه حد جاله أجهاد ومش هيكون موجود في المطش ده سابق لأوانه لسه النهاردة الحد والمباراة مجمعة لسه النهاردة الحد والفريق مسافر الاربع فالكلام اللي كتب على وسام وعلى كريم ندفد أنا بطمنكم حاجات بسيطة بقرى الجهاز الطب والجهاز الفنة هيشوف الأفضل ويبقى فيه مساحة وقت 48 ساعة و72 ساعة قبل اتخاذ القرارة النهائي لتحديد القيمة اللي ممكن مرسي الكلر يسافر بيها إلى السعودية والقيمة على فكرة ممكن تكون كل اللعبة بلا استثناء سواء المصابين أو اللعبة السليمة اللي مفيش أي إصابة وممكن الراجل يفضل ان يسافر بقيمة مختصرة للمجموعة اللي هتلعب المباراة بس هي في الأول والآخر وجهة نظر فنية المرسي الكلر هو اللي شايف الأفضل للفريق ايه في الفترة اللي جاية فالهدوء الهدوء 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 مهم جدا في الأيام اللي جاية كثرة الأخبار الفترة اللي جاية هتضر للفريق أكتر ما هتفيده لأنه كمان على الجانب الآخر لما تشوف المعسكر الآخر بيصدر ايه ده الأهل هو منتخب مصر عنده قيمة واثنين وثلاثة عنده في كل مركز لاعب واثنين وثلاثة خدوا بالكم من الأخبار اللي هتتصدر من المعسكر الآخر وفيها تفاصيل معنوية تدي ثقة زايدة عن الحد ليك وفي نفس الوقت تدي حافز للمنافس الإعلام مدرسة الإعلام مدرسة لما تصدر خبر أو لما تتكلم عن معلومة لازم وانت بتتكلم لازم تحسبها حزبتك الإيجابية إنك هل في الفترة الحالية الإعلام ممكن يكون ليه تأثير إيجابي أو سلبي على استعدادات الفريقين آه الإعلام دوره مهم جدا في مثل هذه المباراة الحاسمة والأيام والتاريخ والحسابات كلها والأوروبيين كمان لما بنشوفهم في مباراة الكلاسيكو من الريال وبرشلونة بنشوف حسابات زي دي بتقال فمهم جدا في التقويت الحالي لا الزمالك عنده صفقات جيدة الزمالك عنده لعابين على أعلى مستوى الزمالك فيه تغيير جلد فيه استقرار فيه حافز كبير عند الزمالك فالمباراة صعوبتها بتوصل لمرحلة 100% مش عقوله صعوبة المباراة 560% لا بنسبة 100% وكل المباراة والنتائج السابقة بين الأهل والزمالك ليست مقياس إطلاقا ليست مقياس وتاريخ مباراة الأهل والزمالك بيقول الفريق اللي بيبقى كعبه عالي وكسبان وداخل بثقة عند جماهيره وعند إعلامه بيبقى داخل المباراة ممكن يخسر والتاريخ موجود مباراة الستة واحد أكبر دليل أنا فاكر وقتها الكل قال لك إذا كان ينزل يكسب الأهل التين تلاتة وكان ساعتها الزمالك عنده فريق كما يطلق عليه وقتها قاله فريق الأحلام ونزل الأهل كسب الزمالك ستة فبقول للإعلام اللي بيحاول يقول أخبار في الفترة الحالية بقول للجماهير بشكل عام بلاش تصدروا حاجات على السوشيال ميديا تدي ثقة زيدة المباراة صعبة جدا الأهل أكيد بيركز بشكل كبير جدا والأهل والزمالك الكفة متساوية وإن كانت كفة الزمالك أعلى الزمالك جايب صفاقات جديدة جايب لاعبين عندهم خبرات كبيرة ينتظر بسيط على فريق الزمالك فيه لعيبة عندها 38 و 39 سنة لعيبة عندها كم خبرات يعني في مباراة القمة على أعلى مستوى لازم تعمل حزبت ده الزمالك عنده اتنين حراس مرمى لعبوا منتخبات سواء عواد أو محمد صبحي الزمالك عنده لعب فلسطيني انضم مؤخرا لعب إمكانياته عالية جدا فالزمالك بيستعد جيدا للأهل وبالتالي إن شاء الله بإذن الله الأهل يكون في كامل تركيزه وفي استعداده وما فيش حد يحاول يشتت الفريق بأي أخبار جانبية في الفترة اللي جاي أو حتى الحديث عن فكرة مين كابه عالي أو مين السكواد بتاعه أو قيمته أفضل في التوقيت الحالي